مثل ما نرجع على الاندية هو فعلاً كثير من المدربين يعني خاصة عراق على الدور الممتاز قسم قام يحاولون على دور الدرجة الأولى يعني نشوف أكون مدربين محترمين يعني باسم قاسم حمزة داود لجوا إلى إثبات وجود يعني الاندية التحرك يعني حتى يعني والله يوم أمس أفكر أنه الكابتن باسم قاسم مدرب منتخبات بحقق إنجاز مهندية جماهيرية إلى اسمه من راح وعمر راد يثبت للعالم أنه المدرب بأي مكان يعمل أستاذ حتى المدرب يعني أنا أشوف قاسم قاسم بالوقت الحالي المدرب المظلوم ترى مو بس هو كثير من مدربين أكو مثل حتى حكيم شاكر يعني يعني يمكن ما نجح لأنه ضغوطات بدأت تزداد ضغوطات الفيسبوك يعني أكي قروبات قامت سقط بالمدرب المحلي يعني هنا شون يجينا مدرب مصري يمكن بالمصر ما يدرب يجي هنا يدرب ويأخذ فلوس قياما أستكله والسوريين ومصريين صح يعني ليش المدرب المحلي مفروض وسأتمنى الدافع عن المدرب المحلي هجم الصير عليك الثاني لو أقول لدرب أنا ترى المناسبة يعني مو دعايا نفسي يعني أنا أحسن مدرب أحسن مدرب خبرتي وأوروبا وهذا والمدرب هنا محاضر عاسيوي محاضر كلها عندي وسأل أي دورة تدريبية أسأل أي تحاد فرعي شنو الدكتور كاظم ربعين يطيق تفاصيل يقول لك هذا أحسن مدرب ليش ابتعد الاختيار عنكم بصراحة مو هي صارت السمسرة السمسرة بدرجة الأساس ما تسمسرون لا هم يقول لك هذا أكاديمي هذا لا يطينا ولا يوزع وأنا كثير حتى قدموا لي الطالبات أنه يطينا 20 مليون تستلم أحسن نادي 20 مليون والله تعرفت تحصل أعقد 400 مليون اللي ما عنده شغل بس إحنا الحمد لله يعني إحنا مكتبين ذاتيا يعني مو تقول إحنا عايزين بس اللي أكو بعض المدربين تحزب داخلك هاي التصرفات وين إنه تعالي 20 مليون لا لا أنا ما نقبل هاي هذا اللي يطيك هو راح يفضحك يقول لك هذا شوفه مدربنا شون دي أخذ رشو أكو مدربين نطب أكو كثير شهر شكرا